اشتركوا في القناة محافظ حضر موت يقدم واجب العزال أسرة الصياد العمودي بمنزلهم بمنطقة خلف بالمكلة والهلال الأحمر الإماراتي يواصل أعماله الإغاثية ويوزع المير الرمضاني بمحافظة حضر موت أهلا بكم أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية عن تنفيذ عملية الإسقاط الجوي الحادي عشر للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة وأجرت عملية الإسقاط بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر طائرتين حملتها 24 طن من مساعدات الغذائية والإغاثية وبذلك يصل إجمال المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية طيور الخير إلى 462 طن من مساعدات الغذائية والإغاثية وأتاتي عملية طيور الخير ضمن عملية الفارس الشهم الإنسانية الثالثة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع توزيع السلال الغذائي الرمضاني في بوركينة فاسو والذي تنفذه منظمة الرأف الإنسانية وآيات المشروع بدعم المحسنين في دولة الإمارات واستفاد منه حتى الآن 1250 شخص ينتمون إلى 250 أسرة وذلك تزامنا مع شهر رمضان المبارك للتخفيف على الأسر غير القادرة في بوركينة فاسو في طار مسيرة الخير والعطاء لدولة الإمارات حول العالم بتوجيهات القيادة الرشيدة وأضمن حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ المشاريع الإنسانية في الدول الشقيقة والصديقة التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالية الجنوبية عيدروس الزبيدي قيادة الصوت المحلية بمحافظة أبيان وهيئة انتقال المحافظة وعدد من القيادات الأمنية والشخصية الاجتماعية بالمحافظة واستعرضت الزبيدي خلال اللقاء خلال المسجدات المتعلقة بالعملية السياسية وخارطة الطريق الأممية الهدفة لإنهاء الصراع وإحلال السلام في المنطقة ومآلتها في ظل تواصل تصعيد الحوثي الرهبي في البحر الأحمر وباب المندبي وخليج عدن كما ناقشت الزبيدي مع الحاضرين المسجدات المتعلقة بفتح المنافذ تماشيا مع الإجراءات التي تضمنتها خارطة الطريق الأممية في مرحلتها الأولى وبهذا الخصوص أكد الزبيدي أن جميع المنافذ في عموم محافظة الجنوب ستفتح وفق آلية منظمة وبشراف السلطات المحلية والأمنية في المحافظات تفقد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور أعمال الإسفلت في مشروع خط العلم دوفا السيمين بمحافظة أبيان وخلال الزيارة استمع نائب رئيس صندوق صيانة الطرق لشرح عن سير الأعمال المنفذة في المشروع الاستراتيجي والهام الرابط بين العاصمة عدم ببقية المحافظات الشرقية والمملكة العربية السعودية وصلطنة عمان عدت الزيارة للمشروع في ظل الاهتمام من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق وصندوق صيانة الطرق والجسور في تأهيل الطرق الرئيسية في المحافظات المحررة قدم محافظ حضر موت مبخوت ماضي واجب العزى لأسرة الصيادة الشاب عمر العمودي الذي تعرض للقتل في منطقة رأس قريب جمهورية الصومال ونقل المحافظ خلال زيارته لمنزل الشاب العمودي بمنطقة خلف المقلة ومعه عدد من قيادة السلطة المحلية وأمن حضر موت نقل تعازي السلطة المحلية بالمحافظة لأسرة وذوي الفقيد الشاب مؤكدا أن السلطة المحلية لن تألو جهدا في متابعة إجراءات التحقيق في القضية وأعرب ذو الفقيد عن شكرهم للسلطة المحلية بالمحافظة لوقوفهم إلى جانبهم وتوجيهات المحافظ لذوي الاختصاص بمتابعة سير إجراءات القضية وفي وقت سابق أكد محافظ حضر موت أن السلطة المحلية تولاهتماما خاصا بقطاع الشباب وبالأفكار والرؤى البناء الهدفة لخدمة المجتمع وتدعم الشباب الفاعل والمتفاعل مع قضايا مجتمعه ودعى المحافظ خلال الأمسية الرمضانية لملتقى شباب من أجل حضر موت دعا إلى مزيد من التفاف ووحدة الصف من أجل بناء حضر موت وتطويرها مشيدا بالمبادرات التي تتبناها الشباب من مختلف التخصصات العلمية والمهنية لخدمة المجتمع على الواقع مشيرا إلى أن الشباب هم آدات التغيير وعلى عتقهم تقع مهمة البناء والتنمية وكان قد اطمأن محافظ حضر موت على صحة عامل النظافة لطفي قنزل الذي تعرض لحدث مروري أثناء تاديته لواجبه الوظيفي وقيامه بتنظيف شوارع المدينة والشوارع المحاذية لضفتي خور المكلة وأشد المحافظ خلال زيارته لمنزله بجهوده وزملائه في رفع الضرر والمخلفات عن خور المكلة والشوارع العامة مؤكدا تقدير قيادة السلطة المحلية لأداء عمال النظافة وللدور العظيم الذي يؤدونه في المجتمع وتمنيا له الشفاء العاجل والعودة لممارسة عمله دشنة السلطة المحلية بحضر موت برنامج توزيع المساعدات الغذائية لأبناء ساحل المحافظة المقدمة من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية تستهدف أكثر من 27 ألف أسرة محتاجة وأشهد الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح العمقي أشهد بتدخلات الأشقاء في سلطنة عمان وحرسهم على تقديم المساعدات الغذائية السنوية مشيرا إلى أن المساعدات تلامس احتياجات الأهالي المسادفين في ظل الظروف المعيشية الصعبة ومؤكدا أن المساعدات محل تقدير قيادة السلطة المحلية بحضر موت انطلاقا من أثرها البالغ على الأسرة المستفيدة أو مساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة واصل الهلال الأحمر الإماراتي توزيع مئات الأطنان من مواد الميرا الرمضاني على أهل محافظة حضر موت في إطار خطة عاجلة وضعتها الهيئة للتدخل الإنساني والذي يهدف للتخفي في عم معاناة الأهالي وتحسين ظروفهم المعيشية تزامنا مع شهر رمضان المبارك حيث وزعت الهيئة 187 سلة غذائية استفاد منها 935 من الأسر المحتاجة في مدينة خليفة السكنية بمدينة المكلة ويأتي تسئير هذه القوافل الإغافية تزامنا مع شهر الفضيل ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة واهتمامها بكافة المناسبات المختلفة إلى جانب إطلاق حملات إفطار الصائم في الشوارع الرئيسية والأحياء الفقيرة وعلى الأسر المتعففة بالمحافظة نظم ثلة من شباب حضر موت مؤثري السوشال ميديا بالمحافظة فعالية الرياضية في اليوم العالمي لمتلازمة الدون الحادي والعشرون من مارس حيث أقيمت مباراة الرياضية بحضور المدير العام لمكتب وزارة الشؤول الاجتماعية والعمل بساحل حضر موت أحمد باضروس هدف من خلالها المنظمون على إدخال الفرحة والسعادة إلى عدد من شباب وأطفال المدينة المصابين بمتلازمة الدون ومشاركتهم اللعب في الفعالية التي وسمت بمتلازمة الحب والسعادة شاركنا أطفال متلازمة الدون فرحتهم بمناسبة يومهم العالمي أجواف رايحية كانت صراحة كانوا يحتاجونها لأطفال بل كنا نحن نحتاجها أكثر منهم هذا اليوم الرائع كان هناك مباراة بتنظيم من الإعلام الرائع الأخ سعود النعماني نشكره صراحة على هذه اللفته وعلى هذه الروح التي بثها فينا قبل من بثها نحن في الأطفال الأطفال متلازمة الدون سواءنا هذا الحديث الكبير في المكلة وهي فعالية رياضية تحت مسمى القالة بطال سواءنا هذا الكاس تحت مسمى كاس السعادة اللي كانت تنافسنا فيه الفريقين الفريقين حوات مجموعة من صناع المحتوى والمؤثرين وبرضه من متلازمة الدون لجوم متلازمة الدون ومجموعة من الشخصيات الرياضية والاجتماعية سواءنا هذه الفعالية علشان نعرف الناس أن أصحاب متلازمة الدون ما في اختلاف بيننا وبينهم وهم حبين هذه الأشياء ويشوفون ومتأثرين بهذه الأشياء اللي نحن نسويها فحبنا نحقق لهم ولو جزء بسيط من أحلامهم اليوم سواء نقرة قدم بكرة بنسوي مسابح بعد طائرة الأشياء اللي يحبونها بندرس هذا الموضوع بنسويها نفذ ماليكو مركبة النقل من أبناء مدرية غيل بن يومين إحدى أهم مناطق الامتياز النفطي بمحافظة حضر موت إضرابا مفتوحا عن العمل منذ أكثر من شهر تنديدا بحرمانهم العمل بشكل مستمر كما نفذ ماليكو مركبة النقل وقفة احتجاجية بعد طرقهم أبواب السلطة المحلية وشركة النفط بساحل حضر موت دون استجابة على حد وصفهم كما أكد المحتجون رفضهم لما وصفوه بالاستغلال من قبل المقاول وإدخال عدد أكبر من شاحنات النقل معظمها من خارج المنطقة والمحافظة وطلب المحتجون من السلطة وشركة النفط بتنفيذ مطالبهم المتمثلة في مراعاة سيارات النقل من مناطق الامتياز والزام المقاول باعتماد ما لا يقل عن أربع نقلات لشاحنات المناطق النفطية والتحذير من التعامل مع أي سيارات مموهة من خارج المحافظة دشنت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية توزيع المساعدات الغذائية في ريف المخاب الساحل الغربي ضمن مشروع واسع بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي وأشملت توزيع 450 أسر من الأيتام والأشد فقرا حيث يأتي ذلك ضمن مشروع يستهدف توزيع 30 ألف سلة غذائية مكتملة للأجدام والأسر النازحة في مدرية الساحل الغربي المحررة بإدعم من الهلال الأحمر الإماراتي وخلال التوزيع عبر مدير عام مدرية المخا عن جزيل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة في يد وحكومة وشعبا على هذه التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة حذر مركز الأرصاد الجوي بحضر موت بداية تدفق للسحب الرقامية المنقفضة على أجزاء من ساحل وأرياف ومرتفعات حضر موت من مساء السبت لفجر الأثنين وأقل المركز أن السحب الرقامية ستكون مصحوبة بهطول أمطار متفرقة بين الخفيفة والمتوسطة إلى الغزيرة أحيانا ونبه المسافرين من أخذ الحيطة والحذر نتيجة لتشقل الضباب وتدني مستوى الرؤية الأفقية على مرتفعات الساحل خلال الفترة ذاتها ختام النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء اللواء الزبيدي يلتقي قيادتي السلطة المحلية والمجلس الانتقالي بمحافظة أبيان محافظ حضر موت يقدم واجب العزال أسرة الصياد العمودي بمنزلهم بمنطقة خلف بالمكلة والهلال الأحمر الإماراتي يواصل أعماله الإغافية ويوزع المير الرمضاني بمحافظة حضر موت نشرتنا الإخبارية انتهت إلى اللقاء اشتركوا في القناة